اشتركوا في القناة جداً على قصة العالم نفسه والتايتنز وهذه الأمور لما استرف بدأت تصير سياسية أكثر وشخصية أكثر شوي شوي قل اهتمامي ولأن العمل مر رهيب وأبقى كاملة وخلصها وقررت أني أكمله مانغا ولكن نفس الشيء كنت كلما أمشي أكثر يقل اهتمامي شوي وخلصت المانغا وللأمانة وقتها ما عجبني الشيء اللي شفته خصوصاً اللقطة اللي انهار فيها إيرن وكاني بكي حسنته شيء مر كرنج كيف وما كيف ما نعارف إيش ما عد رح تشوف مثلاً تحليلات وأشياء في يوتيوب دا الكلام قلت لا خلنا نشوف الانيمي وشتر عليه لما ينتهي كملت الانيمي وشفت النهاية وللأمانة استنست ليش لأن العمل مر فخم بشكل عام تكلم من بداية إلى النهاية هو عمل في نهاية فخم ولما تتكلم عن عمل بهذه الضخامة شيء طبيعي جداً أنه رح تصير فيه أشياء ما رح تعجبك خصوصاً هذا النوع من الأعمال اللي يكون الكاتب شخص واحد وهنا عندنا مثلاً في هذه الحالة أو سيامة وعندنا مثلاً في وين بيس أودا وعندنا مثلاً في غيم أوف ثرونز أو في روايات تعرف بسونج أوف آيسون فاير جورج آر آر مارتن فطبيعي جداً 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 تصير طاعات تصير أغلاط تصير أشياء وممكن تكون هي صح لكن ما تعجبك فمثلاً غيم أوف ثرونز هل هو عمل متكامل؟ لا أعتقد واضح جداً يعني سحبوا فينا ثمانية سنيين وفي النهاية يعطونا شيء ما عجبنا فعلياً كلنا أتوقع كلنا ما في ممكننا فراين ثلاثة هم اللي عجبهم هل وين بيس بحلقاتها اللي تخططت الألف كلها ممتاز؟ ألا فيه أشياء مهمة قيمة هنا فيه أشياء خطمة هنا أساساً فيه فانس مو قاعد يعجبهم الشيء الجاسين يعرضون الآن هل تاكن تايتن عمل عظيم؟ جداً 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 عظيم هل هو كامل؟ لا ويخلسي بعد لأنه ما في عمل كامل أبداً مهما كان في أي مجال انيمي فيلم مسلسل لعبة اللي هو ما في عمل كامل لأنه في النهاية العمل اللي تبقى سين تشوفونا هذا خرج من عقلية شخص وتم رسمه تطويره اللي هو عن طريق أشخاص فطبيعي جداً ما يكون كامل بالنسبة للنهاية واللي مثل ما انتم شايفين هنا يعني جارين تعليقات كثيرة تقولون إن النهاية ما كانت كويسة يعني لا أسباب مختلفة وسياما قدم له النهاية اللي هو يبغاها وفي النهاية هو اللي يألف السالفة هذي كلها هو اللي يسوي الحبكة كلها فالكاتب إنسان والجمهور بشر واللي جالسي صير الحين بين الفانس بين بعض أو بين الفانس وكرهين العمل ومع بعض صناع المحتوى زي ما صار في نهاية ساكن تايتن مثل ما ورانا وسياما في النهاية آخر شي إن الحروب استمرت والخلاف استمر والدمار استمر باظن نضع عن كل السوائر ما كان في حل فهينا نفس الشي مهما قدم وسياما مو الكل اللي راح يتفك وبحكم إني فان كبير لـ Game of Thrones أقدر برضه أتصور إن النهاية اللي صارت بغض النظر عن تقديمها لبعض يقول إن النهاية Game of Thrones كانت مرة حلو بس التقديم كان سيء لأن المخرجين استعجلوا وكانوا يخلصون السالفة عشان يبدوا مشروع جديد وما صار مشروعهم هذا بس يعني حتى جورج مارتن في الرواية لو قدم نهاية مختلفة تماما عن الشفناء في المسلسل وكانت حتى أفضل بكثير راح يظل في أشخاص ما راح يعجبهم وكثير ما راح يعجبهم مهما صار وOne Piece من الحين أقول لكم بتصير فوضى بغض النظر وش يصير في النهاية بتصير فوضى هل أقدر أجي اليوم أقول إن One Piece سيء؟ إذا انتهى من نهاية ما أعجبتني لا لأن قطعت مع مشوار طويل وأنا مستانس نفس الشي Game of Thrones انتهى من نهاية سيئة هل هو عمل سيء؟ لا أبدا رهيب جدا وأنصح أنك تشوفه لكن لما توصل للنهاية ما راح تكون ذاك الزوت هل قصة تتاكن تايتنك كاملة؟ لا هل فيها فجوات؟ فيه فجوات هل فيها تناقضات؟ إيه لحد ما إيه هل فيها مشاهد سخيفة؟ إيه بس هذا شيء موجود في كل الأعمال فلذلك أنا قررت إني أتابع واستانس بغض النظر عن النهاية استمتع باللحظة استمتع بالعمل لك سنين التابع مو معقول عشان آخر كم لقطة ولا كم شيء ما ناسب توجهك خلاص صار العمل سخيف وما نعارف إيش وسقطه وما دلوش يا أخي خلاص يعني ما أعتقد أن هذا أول عمل أنت حبه ما أعجبتك نهايتها ما ودي أجلس أعاتب الكاتب على خياراته لأنه يا أخي هذه أفكارها هذا عمله هذا هو الشيء اللي جلس يرسمه ويألف فيه لسنوات طويلة أنت في نهاية داخل العقل الإنسان آخر يعني المخرج عاوز كده أو خلق نقول الكاتب عاوز كده يعني كان مو معقول لنروح نغير نخليه حوس ويقول والله هو تأثير الفانس لأنه في جيمة ثرونستر صار شيء مشابه يعني أذكر جورج مارسن كان يقول أنه ما يبقى يتأثر بأفكار الفانس أو توجهاتهم وكده فكان حاول أنه يبتعد عن مثلا السيناريوات اللي هم يألفونها لكن عموما نرجع لوجهة نظري للقصة تابعت تحليلات كثير حاولت أفهم بعض النقاط اللي ما كانت واضحة بنسبة لي وبصراحة على قد ما تعمقت فيها على قد ما ضعت أكثر ليش لأنه الكل صار يألف حسب وجهة نظره هو يعني فيه أمور ما كانت واضحة مية بالمية تحسن أنه لازم يجب نفسي شرح أن يقول أنا سويت كده عشان كده هذه الشخصية سوت كده عشان كده يعني على سبيل المثال سافة آرمين مثلا لما جلس يسولف مع إيرن ومن يعارف إيش وإيرن فالفضله وقام يبكي والكلام هذا كله فيه كثيرين كانوا يحسبون أن المشهد هذا صار آخر شيء يعني قبل ما يموت إيرن لكن فعليا هذا المشهد صار قبل كل شيء قبل الدك وقبل الأمور هذي كلها وأشوف الفانس اللي يقول لا هو صار بعدين لا صار قبل يعني فيه أشياء حسنه لو توضحت ممكن حتى اللي ما عجبتهم نهاية يبدون يغيرون رأيهم سالفت ميكسا أنها لما صالفت مع إيرن والكلام هذا كله أنه شلون هي نست مع أنه إيرن فعليا ما يقدر ينسي الأكرمان لكن بعدين بعد تحلياتش قالوا قالوا لا أنه ميكسا شافت هذا كلام كله قبل ما تدخل على إيرن في النهاية وتقتله هل فيه شيء رسمي أكدك كلام هذا ولا كلام الثاني لا فالذلك يا أخي استمتع خذ الخيار اللي يخلي النهاية أجمل بالنسبة لك عشان تستمتع بالعمل هذا في نفس الوقت لو تكلمنا عن المشهد اللي إيرن كان يبكي بخصوص ميكسا وكذا كثير متابعين كانوا يقولون أنه آه شوف كيف إيرن خروف وهذا كله سواه عشان الحب وكذا لا الموضوع مو حب يعني واضح أنه موضوع أكبر بكثير أصلا بس ميكسا نفتح طاريها وانهار الولد بس بغض النظر انهيار إيرن اللي صار أنا بالنسبة لي أشوف أنه منطقي لأنه إيرن من الأساس مو شخصية باداس عرفت ومو لازم دائما البطل يكون من بداية العمل إلى نهاية هو الشخصية الشديدة وكذا لأنه إحنا البشر إحنا ننهار أنا ياما نهارت يمكن سويت حتى مشهد أسوأ من اللي سوى إيرن أذكره مشت مشهد حق بازي طير اكتشف فينا لعبة وطاح ونهار وكذا أنا نهارت معاه فكان شيء يعني فكر فيها بغض النظر عن كل شيء مر فيه إيرن واللخبة اللي سايرة في راسها حق المستقبل والماضي اللي ما يقدر يفرق بينها كلها موجود في نفس الوقت بالإضافة لأنه قتل ثمانين بالمئة من سكان الكوكب وجالس يقول أنا أصلا ما أبغى أموت يعني كأنه هو شخص حصا نفسه في الموقف هذا خلاص ما يقدر يهرب منه أحسن طبيعي ينهار وحول أنك تشوف لحظة الضعف في أبطال كثيرين كنا نبغى نشوف لحظة الضعف أنا اللي أشوفها أي عمل أي عمل كان مو شرط تاكن تايتن مو وان بيس ولا حتى غيمة ثرونز أي عمل استمتعت فيه فترة طويلة خلاص مو عشان آخر حلقة تخربها يعني شو تذكرون ديث نوت ديث نوت عمل عظيم جدا وبالعادة أي شخص يبغى يدخل عالم الإنمي نقترح لديث نوت ديث نوت من بدايتها إلى النصفة تقريبا كان ماشي صح بعدين صار حدث معينة توقع أكثركم يعرفونا من بعد الإنمي خرب بالنسبة لي على الأقل لكن اللي سويت أني كملت عادي يعني خلاص استمتع بلي موجود استمتع بالعمل ما هو توب أوكي بس المصد على تاكن تايتن يعني مو من نصفة كمان اللي تحس النصار سيئ يعني هي في النهاية اللي بدت الأمور تتلخبط شوي وأرجع ذكركم بيصير نفس الشي في وان بيس الأول مئة حلقة تقريبا فالصدمة بتكون أكبر لو كانت النهاية خايصة وممكن نرجع يصير نفس السيناريو وهذا في نهاية كتب Game of Thrones هذا لو جورج مارتن أصلا خلصها اللي واضح أنه الله يستر عليه يعني بس تاكن تايتن النهاية فيها فلسفة كثير هذا الشي خل الجمهور بشكل أكبر يطلع تفسيرات مختلفة كما نتفق معاها يمكن ما تعجبنا بس خاص استمتع بالفكرة كاملة فالهم يا عيال استمتعوا بالعمل أنا ما وديني أحل الكثير مثلا هذا قال والحمامة سلفتها كذا والشجرة والمخلوق الغريب هذا كيف ويمير ليش يعني هي كانت 2000 سنة خلاص خلاص ويصير في الألعاب كثير دائم نفس الشي يعني عندك على سبيل المثال سلسلة Resident Evil ثلاثة أرباع الأجزاء نهاية يطلع لك تايرنت أو وحش بمثابة التايرنت وتفجر بقاذب الصواريق وتركبها لك وترتنحاش وينفجر كل شي وراك من قبل ما تبدأ اللعبة ونتعارف النهاية حينا نفس الشي يعني أوكي لا مو نفس الشي لكن يعني نمسطي شباب عطوني رايكم في النهاية وأتمنى أنكم تأخذون الأعمال بهذا الشكل بدأ ما يقلب الموضوع هواش خلونا نحلل وننبسط لأنه إذا المسلسل ما عجب خويةك ترى مو غصب أنك تجبر أن يعجبه خلاص ما عجبه هو إنسان ما اختلف عنك وإذا خويةك الثانية عجب والمسلسل وانت ما عجبك مو لازم كل واحد يقنع الثاني غصب إلا لهذه الفكرة كذا ولا خلاص أنا أقول العمل سيء لا أنا أقول العمل رهيب يعني في النهاية ترى لا أنت ولا أنت يعني العمل نجح وراح خلاص يعني ومثل ما قال أسياما في النهاية البشر اتفقوا على اللي يتفقوا هو ما قالها بالحرف هذي أنا من قالي ترجمتها بلغتي الخاصة يعطيكم العافية عطوني إراكم في تعليقات سبحانك وبحمدك عشن الله إله إلا أنت تغفركوا أتوب إليك السلام عليكم شكرا للمشاهدة